الداخل إلى هذا المكان لا يشاهد إلا الخراب والحطام خارة الروسية كانت كفيلة بكل هذا وأكثر حيث خروج مشفى الإيمان في بلدة سرجاب جبل الزاوية عن الخدمة بعد أن كان يقدم خدماته بالمجان لثمانين ألف مدني من أهالي قرى القسم الشرقي لجبل الزاوية لتوفر الاقتصاصات النوعية والأجهزة المتطورة تم استهداف المشفى من قبل الطيران الروسي وطبعا كانت الإصابة مباشرة مما أدى لخروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل نتيجة للأضرار الجسيمة أو الكبيرة التي لاحقت بالمعدات والأجهزة الطبية طبعا لله الحمد كانت الضربة بعد انتهاء دوام العيادات لم يكن هناك مراجعين الحمد لله كانت الإصابات فقط في الكادير المدني الكادير الطبي القائمون على المشفى قدروا حجم الأضرار بنسبة 75% تشمل المعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وبناء المشفى وتم استهدافه مرارا فيما سبق لكن هذه المرة كانت الأكبر بيحتوي أيضا مشفى على أجهزي نوعي فهذا السبب بيخلي الناس كثير يعني فيه إقبال كثير عليه وهلق في ظل خروجه عن الخدمة فأنا بظن أنه الناس كثير بدأت تعذب يعني رح تقطع مسافات أقرب مشفى يعني لأنه نحن هلق مشفى المعرفة هل مشفى هذا يعني ما فيه وحيد فيها المنطقة يعني هلق أطفالنا إذا عنا مريض أجار السيارة صف اليوم كارسي يعني إذا بدأ روح هلق أخو أبني على المعرفة بدي حط لي خمس تولار فرقه هاي بدي نزل ويمشي يا أخي ما بسمع لنا أهل طيران الروسي يعني مستهدي في المستشفيات وكل شي خدمي وكأنه انتقام منها الشعب تشير إحصائيات طبية أن الطيران الروسي منذ بدء غاراته على سوريا في الأول من أكتوبر العام الماضي استهدف 17 مشفى في محافظة إدلب أبرزها مشافي ملس وجسر الشغور والعيادات وأدى لخروج معظمها عن الخدمة المشافي الميدانية باتت هدفا للطيران الروسي في هذا المشفى حولته الغارة الروسية التي استهدفته إلى أطلال بعد تدمير كافة تجهيزاته الطبية وأخرجته بشكل كامل عن الخدمة هاشمال عبدالله أورينت نيوز سرجا جبل الزاوية